يا سادة، ما زال القرآن يغذي قلوبنا وينور صدرنا ويفتح لنا أبواب زي الأبواب اللي فتحها شهر القرآن أبواب الجنة، فيفتح لنا أبواب الجنة في حياتنا وتفضل حياتنا متنورة وتتسع مع القرآن الكريم وإحنا مشينا مع القرآن الكريم رحلة في غاية الروعة في خمس مجالات من مجالات حياتنا وقرآن بنانا لأن إحنا لما القرآن يبنينا بيبقى شعرنا في برنامج ولا تعسره القرآن يبنيني يبنيني في إيه؟ في كل مجالات حياتي فمشينا مع القرآن في خمس أيام فبنى القرآن زوتنا ثم مشينا مع القرآن في خمس أيام تانية فبنى القرآن أسرتنا ومشينا مع القرآن وبنى تصورنا عن العمل فجدت حياتنا وخلى العمل بأمل وبعدين كمان مشينا مع القرآن فبنى علاقتنا عشان تبقى علاقات رشيدة منيرة جميلة ثم انتهينا أمس من الكلام وإزاي القرآن بنى نظرتنا للمستقبل وبنى إزاي نعيش المستقبل بنور الله والنهاردة نبتدي المجال السادس والأخير نبتدي الكلام عن مجال أنا من أحب المجالات اللي أنا بحب أتكلم عنها والناس بتغفل كتير إن القرآن بنى هذا المجال وهو مجال السعادة من أكتر الأشياء اللي بتمنعنا عن صلاح البال وبتغلق قلوبنا عن ذوق السعادة اللي ربنا سبحانه تعالى بسها في كل أركان حياتنا هي كسرة التوجع وما شفت الشيء بيجعل الإنسان لا يرى السعادة ويجعله يائس وعاجز قد التوجع مش بس التوجع خد كمان التوجع والشكوى واللوم كل دوة أشياء بتمنع الإنسان من السعادة لكن شوف مولانا سبحانه وتعالى وهو بينشر حنانه وجماله علينا في آية سورة محمد الآية الثانية اللي يقول فيها سبحانه وتعالى عشان يبني فينا إن السعادة نور وبركة فيقول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم الله شوف ختام وأصلح بالهم فالآية الكريمة بتعلمنا حاجة لابد إن احنا نضعها برهان في حياتنا ونور ياخدنا في حياتنا عشان نستمر مع الله سبحانه وتعالى الحقيقة دي بتقول إيه؟ الحقيقة إن الحياة إن الحياة فيها ركن من الأركان وفيها طلاق نور الله سبحانه وتعالى بها كل أركان الحياة وهو إن السعادة حقيقة كتير من الناس بيشوفوا إن السعادة ليه بقول إن السعادة حقيقة؟ لأن كتير من الناس بيشوفوا إن السعادة فرصة يعني إيه فرصة؟ تيجي الحقتها ما الحقتهاش خلاص أو إن السعادة لحظة لحظة بتحس بيها وتنتهي فيبقى خلاص مش لازم نعيش السعادة ولا إن السعادة تكون دايما معنا وساعات بيحسوا إن السعادة تفرق تحاجة كده تحصل من غير أي مقدمات وتحصل كده تفرق في حياتنا ثم تنتهي في مدة في حياتنا سواء كانت الشباب سواء كانت الطفولة فتنتهي السعادة ولكن الحقيقة لو احنا شفنا الحياة من عند الله لان لو كانت الدنيا تساوي عند الله ففي نظرة من عند الله اللي هي نظرة طائر النور لا بنبص بنظرة عين النملة ولا عين الطائر لكن بننظر بعين النور التي من عند الله ترى ان السعادة حياة والسعادة حقيقة فالسعادة ممكن في كل نفس مما إن السعادة حياة وإن السعادة حقيقة ممكن تكون السعادة في كل نفس من أنفاسك وذلك إحنا بيحصل لنا كده فأوقات نحس إن السعادة جت وأخرجتنا من الضيق اللي إحنا عايشينه في أنفسنا فنحس إن إحنا سعداء لعشان دايسبت لنا الكلام وأصلح بالهم إن السعادة ممكن تكون لحظة إن السعادة ممكن تيجي لإن السعادة موجودة في كل لحظة مش إن السعادة لحظة طب والناس اللي عندهم كتر ال وجع دا كتر ال وجع دا بيجي منين كتر ال وجع الحقيقة يا سادة لازم نفهم بدأ من الكلمة عن السعادة فهنا سنتكلم عن شوية حقائق كتر ال وجع دا في الحقيقة بيجي من وهم النفس في وهم عند النفس في ايه الوهم اللي عند النفس دا بتقولك ان جودة الانسان بتكون بمقدار ما يتوجع كل ما انت توجعت يبقى انت انسان عاطفي وإنسان حساس وإنسان أنت بتعيش حقيقة الحياة إنسان وقعي وإنسان حساس وإنسان بتعرف يعني إيه حياة وإنت إنسان وقعي بس دواء وهم جاي من إنك إنت الوحدك وهم جاي إن حد بإيده إنه يأذيك ويتسلط عليك مع إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أتخنى في أمان الله إزاي أتخنى في أمان الله الوعلم يعني وتيقن أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتباه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتباه الله عليك وربنا كتب على نفسه إيه الرحمة ففكرة كتر الوجع ده أكتر شيء بيعكر علينا استحضار معية الله انتف معية الله ليه كتر الوجع ده وانتف معية الله والله لطيف بعبادي أليس الله بكاف عبده فتي نفسك الأمارة بسوء تلح تشغلك تشغلك بإيه تشغلك بالتوجع وبآه بدل ما تشغلك بيا الله وتخليك تعجز فتحس أن حياتك ضيقة وتفضل حبسك في ديء الوجع وتبتل حبسك في المواقف السيئة واللي بتخليك عينك تنظر بنظرة سوداء خلوا بالكم أن القلوب السوداء قلوب منكرة عند الله سبحانه وتعالى القلوب اللي فيها نكة سوداء نكة سوداء لإني محجوبة عن رؤية جمال الله ومحجوبة عن رؤية السعادة إحنا في حضرة مولانا سبحانه وتعالى هيضن علينا بالسعادة أبدا أكتر شيء أصبح تتلاعب بين نفسي في حياتنا هو الوجع ولذلك يا مكتراء أي حاجة ممكن تجي عليها تجلب عليك الوجع وبقينا بنصنع الوجع وبنجعل من الوجع ده صانع للأمجادنا فبقينا مستحقين عند الناس من إيه اللي حاصل بنستحق عند الناس الشافقة بالوجع وبقينا نفرز الناس ونقبلهم أو نرفضهم بمقدار ما عندهم وجع يبقى الإنسان اللي بتوجع ده أخليه قريب مني ده إنسان حقيقي أو إنسان أواقعي أو إنسان فعلا بيقدر المواقف والأحداث وده مش حقيقي يا عبد الله لو قلبت أمورك كلها هتجد على ظهر مكتوب الله لطيف بعبادي وإحنا قبل كده لما تكلمنا قلنا إن القدر تعديفه الحقيقي أنه كتاب ولطف الله كتب بمداد من ود الله فإزاي ده هتلاقي أحداثة كلها واجه مكتوب عليه الله لطيف بعبادي والواجه التاني مكتوب عليه كتب ربكم على نفسه الرحم الله يعني المسألة كده يعني كل الأحداث كده إنت عايز تفاهمني إن الأحداث كلها بتحمل ما يدخل عليك السعادة نعم وعشان كده الآية الكريمة اللي احنا بنتلوها النهاردة والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم عن ليه عشان دي حقيقة الحق يحدثك بالحقيقة كأنها بتقرر إن الحياة من أهم حقائقها إن إصلاح البلدة حقيقة وهنا تكون السعادة حقيقة وتكون السعادة حياة وبتعلمنا إن معيار السعادة مش بتحقيق أمنيات بعينها ليه؟ لإن ممكن السيناريو دا يتغير على فكرة وأمنيات دي ممكن السيناريو دا يتغير إحنا نفسنا أمنياتنا بتتغير إيه دا؟ وما ليبقى معيار السعادة إيه؟ معيار السعادة يا سيدي إن شرح الصدر تحس إن أنت صدرك أوسع من الأحداث ولما يجي لك الحزن ما يلاقيش ما يقدرش يملك عليك كل وجدانك لا إلا يحصل تلاقي صدرك أوسع من الأحزان أوسع من الاضطراب وتلاقي كمان معيار راحة البال وكمان معيار جمال الحال وتلاقي معيار مهم جدا جدا كمان في السعادة والرضا مربع جميل أوي 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 مربع فيه راحة البال وشرح الصدر وجمال الحال والرضا وعشان الإنسان يدوق السعادة محتاج ثلاث حاجات أول حاجة يؤمن ويتيقن من حسن معاملة الله له سبحانه وتعالى أليس الله بكافٍ عبده؟ أهو الله يا رب نشهد أنك تكفينا يا رب العالمين وربنا سبحانه وتعالى لن يتركك أبدا وأنه يدبر حالك وتكتب على قلبك تاني الباقي معك ما ودعك والباقي معك ما ودعك الحاجة التانية لازم يديم العمل بأمل لازم يحصل الإنسان يديم العمل بأمل فدوام العمل بأمل بيعمل معافاة للقلب يا سلام على العافية اللي بتكون في القلب لما الإنسان يتخلص من كثر التوجع وقلب يكون راسخ كده وثابت زي ما كنا بنتكلم وبنتكلم عن الصمود وإحنا بنتعامل مع المستقبل كمان يبقى للقلب لما يكون صامد بيخلي الإنسان يشوف نعم ربنا يشوف الحياة ملونة بألوان النعم وساعة من يشوف الحياة بألوان النعم يقدر يستثمر النعم دي ويشوف ويسع الله ويسعد تالت حاجة لازم الإنسان يصير على قدم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي يخلي بالكم عشان الناس اللي بيروجه للتعاسة والوجع حضرة النبي كان لا يرى إلا متبسما عشان يقول لنا إن السعادة حقيقة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعث بمكرم الأخلاق فلازم الإنسان يحيى بهدي يبقى إحنا لازم نسير على قدم حضرة النبي إن إحنا نحيا بالقيم فالإنسان السعيد هو اللي حياته لها جودة ومليانة وجودة الحياة بتتأس بالقيمة بالقيم اللي أنت بتعيشها وإزاي بتبقى فيه قيم مضافة أنت بتعيش بيها وعشان كده الإنسان اللي بيعيش بالرحمة والخير والجمال دايما علاء السعادة طول الوقت في حياته يا سادة لازم نبقى فاهمين كويس جدا جدا إن إحنا عشان ندوق السعادة لازم نحس بنعمة ربنا سبحانه وتعالى وجددوا إيمانكم بحب الحياة فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب الحياة فنحن نحب الحياة بيسألوني إنت ليه مش مشغول بالوجع قلت لهم لأنني مشغول بحب الحياة حب الحياة التي جعلها الله نعمة ووسعها بالسعادة وجملها بالسعادة وأنا ممكن بأن الحياة التي أعيشها الله سبحانه وتعالى يخبئ لي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أما الدنيا فالدنيا دي وسيلة تيجي وتتغير وعشان نتيقن ونعيش إن السعادة حقيقة محتاجين شوية إجراءات نعملها خلي ليك في يومك ورد من الحمد تستفتح بيه اليوم وتفتح بيه إنك على رؤية جمال الله فبتفتح إنك إنك ترى النعمة فأول حاجة تحمد ربنا سبحانه وتعالى وإحنا عندنا هنا حاجة مهمة أوي في النعم تذكر النعم في النقم والمعاصي انسى وتوب لله عن المعاصي كلها لكن في النعمة تذكر النعمة اللي ربنا عليك لأن النفس الأمرة بتقولك ويا فين النعم دي لا تذكر نعم الله وعدتها وتأملها فساعة ما يعمل كده لما تحمد ربنا على نعمة حاضرة الإيمان يتجدد وترى السعادة في الحياة وتعرف ونقدر نكمل كمان كلامنا عن السعادة والحقيقة وخلوا بالكم الكلام عن السعادة كلام جميل وكلام مريح لأنه بيفتح أبواب الله سبحانه وتعالى ويخلينا نحس بوسع الله